السلام عليكم وبركاته مع أخوكم عبد السلام اليوم نجي لكم خبر سيء لماذا أكثر أخبار اللي يبلغ عن المال رحمة بزينة أتمنى اليوم والأيام أقول الخبر أقول بلود بونتو على نوه اليوم حلو ومشى الزالفة بوسكي بروداكشن لانا ما يعرفوا شو منهم بوسكي بروداكشن هم الاستوديو حق كليف بلزينسكي ولانا ما يعرفوا شو منهم كليف بلزينسكي هو اللي يشتغل على Gears of War بوسكي بروداكشن لانا ما أستغل بصراح إذا ما عرفتهم لي لانا ما اشتغلوا على اللعبة واحدة هين بعد ما كانت معروفة اشتغلوا على لعبتين اعذروني هذا أنا غلط اشتغلوا على Low Breakers اللي ماتت قبل ما تبدي تقول باسم الله رحمن رحيم واشتغلوا على اه ايه Radical Heights راديكول هايتس بخصار هي Battle Royale اذا هي واضحة من اسمه بس ونفس الكلام مع Low Breakers هي لعبة تشبه Overwatch الستوديو هي وقت تصورها الفيديو هذا كانت أمس بالليل على الساعة الثمانة حلو بس كمود يبلغ عنا بسرعة بس بس ما علينا ندرك جدولي على الجنب كليف بلزينسكي طلع كتاب مقولة او حط تويته وكاتب بوش الخبر وقال انه خلاص من اليوم بوسكي بروداكشن انه خلاص كفلنه ما رح سيفي زيادة لا زالت يعني سيرفرات حق راديكول هايتس حتبت المتواجدة حاليا ما ادري بعد بعدين وقال انحنا اغلق شيء وحتاجنا وقت اخذ بريك واشكركم كلكم على دعمكم ومن الكلام الطيب حلو وصل هذا شيء يعني يقهر شوي لان كليف بلزينسكي مشارع عليه موهوب ما احد يقول لا صح انه شوفت نفس وغيور شوي بس انه موهوب يعني حق ينقال يعني كيفزوفور كانت ممتعة هو اشتغل بعد على ضرن الظاهر ما متأكد نشتغل على بولت ستون بولت ستون كانت ممتعة يعني رجال يقدر يسوي ألعاب واشتغل بعد انريال تورلمنت وكانت انريال تورلمنت يعني الرجال مشارع عليه موهوب بس انه حاولوا ما ادري ليها الحين ما بديت يسوي أفكار جديدة كان بس يلاحق ترنت يعني قام يلاحق مثلا الحين يلا خلنا نسوي بعبت باتوريال ثم اول شي بدأ بانه يقلت انه يبغى تقول قاتفور انه يقلت اوفرواتش حلو قالت اوفرواتش ولنفعت فقال هاي خلنا اصرق حنا الحين شسمونا هذه العبت باتوريال فسوى راديكال هايتس حتته بعد برسالة حقته اعتراب قال حنا من فرصة اخيرة حاولنا نحنا نسوي بعد باتوريال لعبة وفشرت برضو فوقفل كل شي الحين فتوقعا هذا يعني الرجال لهذا شي يقهر الصراحة لان الالعاب انا عارف بس واحد من الشباب لعب راديكال هايتس انا ما لعبتها بس انه قال يعني لعبة كويسة مهي بشينة نفس الكلام معني انا لعبت انا لعبت لو بريكرز ايام البيضة كانت والله انا حبيتها وكنت متحمس ان يشتريها بس اني ما شريتها وهذا راح يديني النقطة الثانية اللي بدي اصوي بهالفيديو هذا والشي greens asmاء والراحة هنا العابة الاونلائن تموت وتعيش على الناس اللي يلعبونا يعني زي مثلا خلناكول نير نير أوتماط وخلناكوا باعه 500 ألف بس كسرتها حلوة وانديك ترجع لها بعد 50 سنة وانديك ترجع لها وتعبها لازال انديك تدخل لعبة وتشغلها وتشتغل عادي بس قارنا هذي مثلا مع Overwatch أو Fortnite يعني Fortnite اي هذي اللعبة الجديدة او قارنا مثلا مع Fortnite مثلا مع Battlefield اي لعبة ثانية online حلو وش اللي يضمن اني بعد سنتين مو بعد 50 سنة بعد سنتين و سنة و نص وش اللي يضمن اني برجع لها و اللعبة لازالت شغالها ممكن تكون شغالة بس مافي احد فهاده هنا المشكلة بالألعاب اللعين اللعب اللعين قلت لك انا الكاميرا هقولو و لازلت اقول وش اتدافع عن اني اللعبة اذا مافي احد راح يلعبة معي يعني من مثلا العب كوب مثلا العب توصيل تحتاج كوب لا هذي انديك تلعبه لا هذي لعبة اونلاين تحتاج ناس ما تشتغل إلا بها ناس فهذه المشكلة بالعب الونلاين بشكل عام انه تعيش وتموت بالناس ولو توكر بالله كثير حين للعب الونلاين كان هي يعني عذرنا على التشبيه تشبيه قوي شوي بس شبه مثلا مريض قاعد على هذه الانعاش حلو تعرف انه يوم الايام راح ينفصل عنه هالجهاز هالجهاز راح ينفصل راح يموت حلو نفس الكلام عن العاب الونلاين السيرفرات ممكن تقفل بكرة ممكن تقفل بكرة ممكن تقفل بكرة ممكن تقفل بعد سبوعين بعد شهر ما تدري عنها بينه مثلا زين حين عندك اقرب مثال صارت هذا القريب صارت يعني هي اقرب مثال جابراسي ديمونسولز قفلوا السيرفرات حقته بس رجعت العب عادي لانه لعبة توصيل الونلاين بها يعني بها عضو اونلاين بس انو موه بالتركيز نفس الكلام مع دارك سولز نفس الكلام مع بلادبون او ايه لعبة ثانية مثلا بها شوية اونلاين منستر هنتر ايه بهن اونلاين بس هذا موه بالتركيز حالك حلو وانا قول من الحين لا تقولولي بوتس البوتس هذي ما احسب هنه يعني هذي بوتس تحسن تلعامات عاطك التحدي الصدق حمت علي؟ بس انا زي ما قلتك الحين انتر اكثر العب على اونلاين حين تعتق على اقبه زي لايف سوبورت كانت قاعد مريض بغرفة انعاش تدري انه يوم من الايام انه يموت فلو انه مثلا قلل مثلا ببوس كي او السري حال كليف بلزينسكي اشتغل اللعبة التوصيل كان يمكن قلل نازلوا اللعبة وصبروا عالية و راح تبيع هي يعني هي راح تبيع بس انهم هم سوا لعبة اولاين و لحقوا على تريند حق اوفر واتش وكل الناس يقولون اوه هي اوفر واتش يعني ليش انا اطلع بره اوفر واتش او مثلا سوت لعبة زي فورتنايت باتل ريال بتقولون نقاش بوب جي فورتنايت هذا خلوه عالجاب مو بوقتوه الحين صراحة الخلق مثلا من قاعد العبنا الحين فورتنايت وجاء انا استيديو يقول اوه هي فورتنايت بس مثلا باها انها سريعة او ايشي زي كده بايخ حلو حلو ممتاز ليش اطلع بره فورتنايت لازلت العب و رائع غيره بينما العب التوصيل تعطيك نفس التجربة بس منظور ثاني تعطيك يعني تخليك تجربة مرة ثانية تخليك تغير تشوف قصة ثانية بينما العاب الون لاين يعني يبتلوا على ماركت واحد تعرف انهم بيقعدون يعني خلقوا مثلا مليون واحد يلعب لعبت اون لاين فورتنايت حلو ثم اه سويت انت لعبة بتشبه فورتنايت حلو وش يضمن لك ان هالمليون ذا اللي بيطلون يمكن يطلع منهم عشرين الف ويمكن يقعدون يمكن يقعدون لعني اللي الف تدفع السيرفرات عبث تدفع انت فلوس سيرفراته عشان تخليه وتقعد عايشات تدفع ان عبث لان تعرف ما في حد راح يلعبه حلوش اضمن لك ان هالمليون ذا راح يطلعون بينما مثلا نزلت لعبة توصيل حلو او لعبة سينجل بلاير او لعبة اون لاين فكرة جديدة حلو شان ما اقول لي ما احب الاون لاين لان اون لاين انا ما مانعوا كثير حلو سويت لعبة اون لاين نزلت او توصيل او لعبة جديدة خلان باختصار ممكن يطلعون يعني شوي منه يعني يجون لمك هناك تعرف انه في ناس بيربتل يزود 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 لان اما كثيرا نسمعوا ان القصة حلوة ان الجيم بلاي ممتع ان اي شي كده في دافع انا عن نفسي كلمت اكثر شباب عارف واحد من الشباب ما يحب نظام حق القتال ما يحب نظام الكمبات بنير اوتوماتا بوه بوبلا الولد هذا بس انحين قطعت العلاقة بينه وبينه لان اي واحد لازم يصير به مرض ان ما يحب الكمبات حق نير عطيته بس قلت لعبة تروره القصة حلوة ولعبة و ادمن عليها و حبه و اشهور رجع لعبة مرة ثانية و نفس الكلام مع اقرام مثلا الى حين واحد من اخواني اعطيته بلاد بورم حلو قلت هاي جاربة يمكن تعجيبك يمكن لا على حسن مزاجك حلو هالحين مدمن لازال رجع لحين اختمت هات مرات ولازال يرجع له يقول اللعبة حلو يقول مو متازة و الان بده يقول متحمس الدارك سولز فا اي مستمتعوا فا اقول الله قويه حلو فهانت علي اي شي جديد كده يخليك يعني فيه اكثر احيانا الناس ما يعرفون الشيابون لما يجيهم الشي فهانت علي فعطهم تجربة جديدة خلهم شي يشوفون ووراك يتقلد هذا الشي بعدي اقهر من كليف بلزينسكي هذا يترى لازل نتكلام عن بوس كي ان كليف بلزينسكي انه تتوقع انه بيجي بفكرة جديدة يحطه باللعب باللعب الجديدة حلو يعني توقع انه بيجي بلعبة جديدة فكرة جديدة بس شي يعني مو حزن انك تشوف انك تشوف يلاحق ترند تقول كليف انت انت اللي سويتنا الكوفر شوتر حق كييرز وهذولي والناس كانوا يقلدونك كثير بذاك الوقت وراها انت بحين قاعد تقلد الناس جيب فكرة جديدة فهذا والله فشي يعني خبر محزن يعني اننا خسرنا اللعبة وخبر محزن معدل الناس المخسروا وظايف خصوص مع الوقت الحين ما تضمن الوظائف الحين الصراحة فشي يعني محزن مغتقل مخزن هذه كلمة الجديدة شي محزن الصراحة اننا الحين قاعدين هذا شي نشوفه اتمنى والله ان شاء الله يكون كليف يرجع ويجيب لنا اللعبة جديدة هي اللي بتخلي الناس يركزون عالية يلا حكا معكم اخوكم عبد السلام يعطيكم الفعال فعافية المشاهدة ومع السلامة